بيبدأ المسلسل مع جيان واللي بتكون أم لثلاث أولاد وبتسحى الصبح وبتصحي فيرجيني بنتها لأنها تأخرت على المدرسة فبتقولها فيرجيني إنها مش عايزة تروح وإنها بتكره المدرسة فبتتعصب عليها مامتها عشان ما ترجعش تنام تاني وبتروح تصحي بقى أولادها سامي وكارول وبتجاهز لهم جيان الفطار وبتودعهم وبتفضل تبص على جارتها الجميلة واللي مهتمة بنفسها وبتحسدها لأنها عايش حياة سعيدة معالتها زيادة عن اليزوم ودمخالي ولادهم متوطرين فبتدق منه وبتسيبه وبتمشي وبتقرر جيان إنها تروح تكشف وتعمل فحوصات على نفسها وهناك بتطمنها الدكتورة وبتقول لها إنها كويسة وإن الكتل اللي في جسمها كتل سرطانية وهمية ومش مضرة وقبل ما تكمل كلامها بيفضل موبايل جيان يرين فبتستأذن من الدكتورة إنها ترد وبتكون بنتها كارول اللي بتسألها على البنطلون بتاعها فبتقفل مامتها معها وبتوعدها إنها هتدور عليه لما ترجع وبتلاحظ الدكتورة إنها مضغوطة زيادة عن اليزوم ويشايلة كل مسؤولية ولادها لوحدها بجانب وظيفتها وبتطلب منها تيجي تاني بعد 6 شهور عشان يعيدوا الفحص ويتمنوا أكتر وبتعاية جيان من كتر ما بتبقى فرحانة إنها كويسة ومش مريضة وقبل ما تمشي بتنصحها الدكتورة إنها تاخد وقت لنفسها ترتاح فيه وتلعب رياضة وبتقول لها إن ولادها لازم يحترموها ويعتمدوا على نفسهم شوية ولما بتخرج جيان بتتصل بجوزها اللي بيكون بيشتغل مصور لكنه بيكون مجغول وما بيسمعش التليفون فبتروح لشغلها ناك بتوريها عشان أزميلتها في الشغل خبر عن حادثة غريبة حصلت في المنطقة بتاعتها الوحدة خدرت جوزها وخنقته بالمخدة بعد ما نام ودي كانت الذكرى الخمسين لجوازهم فبتقولها جيان إنها فعلا شافت الصبح عربيات شرطة كتير معدية من قدام بيتها لكنها ما فهمتش سبب وجودهم وبعدها بتدخل لمديرها اللي أول ما بيشوفها بيقولها إن لو كل الموظفين زيها كان زمن الشركة قفلت من زمان فبتعت زر له جيان وبتقوله إنها تأخرت لأنها كانت عند الدكتورة الصبح فبيخليها تقعد وبيقولها إن شغله مش عجيبها وإنها لازم تبطل تاخد الموضوع بجدية أكتر من كده وإلى تبطل تشغل أحسن فبتداء جيان من كلامه وبتقوله إنها مجرد مهنة بتجيب لها فلوس عشان تصرف على أولادها وبتحاول تشتغل على قدر استطاعتها فبيقرر المدير يتكلمها بصراحة أكتر وبيقولها إن أداءها في الشغل في الفترة الأخيرة كان ضعيف جدا وعكس المتوقع وبيسألها لو كان عندها أي مشاكل شخصية مؤثر عليها وقبل ما ترد بيقولها إنه عارف إيجابتها وإنها تقوله إن أولادها جحدين معاها وجوزها مش مهتم بأي حاجة ومكبر دماغه وإنها بترجع كل يوم تعبنها من الشغل وبتبدأ تشتغل في البيت وكأنها بتشتغل في وظفتين وبيقول لها إنها رغم كل ده بتفشل في الاتنين وبعدها بترجع جيان من الشغل وبتلاقي إذا صاحبتها مستنيها وبتسيب لها ابنها الرضيع عشان تخليه معاها لحد ما تروح مشواره وترجع تاخده ولما بتدخل جيان البيت بتلاقي الحفرة اللي كان جوزها باترك بيحفرها في الجنينة زي ما هي فبتتصل بيه عشان ييجي لكن بيرد واحد زميله في الشغل وبيقول لها إنها مش موجودة ولما يرجع هيقوله عشان يكملها فبتقف الجيان معاه وبتبدأ تنظف البيت وبتبدأ في تحضير الغداء لحد ما بيرجع بترك من الشغل وبيشوف معها ابن صاحبتها إيزة وبيداق من وجوده وبيقول لها إنها لو كانت سايبها في مكان تاني كانت هتدفع فلوس كتير وبيفكرها بأنه عامل اجتماع في البيت وهيجي عدد كبير من المصورين عشان ينظموا الحدث كبير هيعرضوا فيه الصور بتاعتهم فبتاعتزروا لإنها كانت ناسية وبييجي صحاب جوزها وبيقعد معاهم وبعد ما بيخلص بيحس إنها متغيرة وما بتتكلمش معاها وبيسألها عن السبب فبتقولوا إنها راحت للدكتورة وقالت له إنها عندها ورم في جسمها فبيتصدم وبيخاف عليها جدا وبتسمعهم فيرجيني وبتروح على سريرها ويأزعلانها على مامتها وبتمسك الموبايل بتاعها وبتفضل تقرأ عن مرض السرطان وأعراضه وتاني يوم بتصحى جيان من النوم وبتتفاجئ ببتريك جوزها يجهب لها الفطر لحد السرير ودي حاجة أول مرة تحصل وبيهتم بيها جدا وبيقول لها إنها لازم تاكل كويس وتهتم بصحتها ولما فيرجيني بتنادي عليها لإن بطنها واجعيها بيقول باتريك لجيان إنه هيروح لها هو وهيسعدها ويوديها المدرسة وبيطلب منها تسيب له مسؤولية الولاد وترتاح هي وبتفرح جيان جدا برد فعله وفي آخر اليوم بتقرر إنها تروح للمدرسة عشان تروح فيرجيني وسام ولما بتلاقي إن فيرجيني لسه بطنها واجعيها بتطلب لها الدكتور اللي بيقول لها إن بنتها كويسة لكنها حاسة بالقلق والتوتر وبيقول لها إنها بتمتص المشاعر السلبية دي منها هي وبعد شوية بيرجع باتريك من الشغل وبيكون مع أخو اللي أول ما بيشوف جيان بيحضنها وبيوسيها فبتستغرب جدا جيان وبتسأل باتريك لو كان حكاله على مرضها لكنه بينكر إن قاله أي حاجة وبيقعد باتريك مع أخوه يتكلمه مع بعض وبيقرر باتريك إنه يسيب بريجيت زملته واللي كان بيخون جيان معاها وبتيجي إيزة صاحبة جيان وبتقعد معاها وبتفضل جيان تحكيلها على مشاكلها مع ولادها اللي ما بيسمعوش كلامها خالص وبيعجب أخو باتريك بإيزة وهي دخلة وبيحاول يقرب منها ويتعرف عليها وبالليل قبل ما جيان تنام بتقرر إنها تروح تتكلم مع باتريك اللي بيكون وايف بيحضر العشب نفسه عشان يريحها وبتطمنوا عليها وبتقولوا إنها تكون كويسة وبتتفاجئ برد فئله لما بيقولها إن اللي حصل ده فرصة لازم يستغلوها عشان يقربوا من بعض تاني ويبدأوا بداية جديدة وبيقولها إنه مش هيغزلها ويهتم بيها وهيكون معها وقت كل الكشفات والفصات والتحليل وساعتها بتقلق جيان وبتخاف أحسن كتبتها تتكشف ويعرف إنها مش مريضة وتاني يوم بتصحى الصبح وبتلعب رياضة وبتجري زي ما الدكتورة بتاعتها نصحتها وبعدها بتروح مع باتريك جوزها المدرسة اللي استدعوها لإنهم عايزين يرفضوا بنتهم بسبب المشاكل اللي بتعملها وبيقولوا لهم المدرسين إنها فشلة في الدراسة ده غير إنها هربت كذا مرة من المدرسة عشان تخرج مع صحابها والأسوأ من كده إنها جات للمدرسة وهي شربة ومش فوعيها وتخانقت مع زميلة وضربتهم ولما بتترجوهم جيان ما يتردوهاش ولا يتخلوا عنها بتقول لهم المدرسة إنها مسئوليتهم هما ولازم يربوه كويس وساعتها بيدخل باتريك وبيقرر يقولهم إن ده حصل في الفترة الأخيرة لأنهم انشغلوا بمرض جيان وإنها مريضة بسرطان الثادي وحالتهم نفسية وحشة جدا ومش قايلين أي حاجة لأولادهم عشان نفسيتهم هما كمان ما تتأثرش فبيتعاطفوا المدرسين معهم جدا وبيوسوهم وبيقرروا ما يعقبوش كارول بنتهم وبعد ما بتخرج جيان من المكتب بتكون مددائقة جدا بسبب إن بترك ألوم كده وإنها ما كانتش حب حد يعرف فبيقولها إنه كان لازم يكسب تعاطفهم بدل ما يرفضوا كارول من المدرسة وإنه ما فكرش في أي حاجة غير أن ينقص بنته وبيعتذر لها وبعدها بيوقفوا قدام المدرسة لحد ما كل الطلبة يخرجوا عشان ياخدوا أولادهم يوصلهم في طريقهم للبيت ولما بيشوفوا كارول بيشور لها باباها عشان تيجي لكنها بتتجهل وبتكمل كلام مع زمايلها فباباها بيداق منها وبيروح ياخدها من وسطهم وبيحرجها وقبل ما يرواحوا البيت بيقرروا يروحوا كلهم ياكلوا بيتزا وبيكون والد جيان هو اللي بيعملها في مطعم صغير وبتفتكر جيان بنتها الصغيرة فيرجيني اللي ما جاتش معهم وقعدة في البيت لإنها لسه تعبانة وبيكون ظهر لها أعراض حساسية جديدة في جسمها وبتسأل جيان لو كانت عايزة بيتزا عشان تجيب لها معاهم وهم راجعين وقتها بتكون فيرجيني قعدة بتقرأ تاني عن سرطان الثادي وبتعرف أكتر عن حالة مامتها المرضية وبيبقى باتريك قعد مع كارول في العربية بيتناقشوا في الكلام اللي المدرسين قالوا لي وعن الموقف المحرج اللي هي حطتهم فيه وبيقولها إنه هيمنعها من الخروج وهتفضل في قضتها فبتستفزوا كارول أكتر وبتقولوا إنها كده كده ما كانتش ناوية تخرج إنها كويسة في يوم الأجازة بيخرج باتريك مع جيان لأول مرة عشان يساعدها يشتروا حاجات للبيت من السوبر ماركت وهناك بتتصل بي بريجيت لأنه بقالوا كتير ما بيكلمهاش فبيتهرب منها وبيقفل معاها وبيقرر أنه يتكلم بالصوت عليه قدام كل الناس وبيقول لجيان أنه بيحبها وعايز يفضل معاها على طول وبيدعمها لأنها مستحملها مسؤوليات كتير وبيقول لها أنه عايز يتجوزها ويعمل لها فرح من أول وجديد محل بتاعه ويسيب شغله ويضيع اليوم لكنه بيكون مصمم وبالليل بيجي لهم مكالمة من اسم الشرطة نبنتهم كارول هناك فبتروح جيان تشوفها في قدتها وبتكون فاكرة أنها ما خرجتش أصلا لكن بتلاقيها حتى مكانها مانيكان ومغطية بالبطنية عشان يباني أنها نايمة فبيروح مومتها وبابها لإسم الشرطة وهناك بيشوفوا كل أهل صحابها وبيعرفوا أن كارول كانت صهرانة مع صحابها فوق السطح وحد منهم وقع ونقلوه المستشفى فحالة خطر جدا وبعد شوية بتخرج كارول معهم وبيرجعوا البيت وبتصمم أنها تركب الموتسيكل بتاعها وتروح به وبيركب باباهم وممتها العربية بتاعتهم وبيصمم باتريك أنهم يعرفوا أولادهم بمرض جيان عشان يتحملوا المسؤولية معاهم لكنها بترفض وبتخاف عليهم وبتقول أنها مش عايزهم يعرفوا عشان ما يتوتروش وفجأة هم بيتخانقوا وبيخبطوا الموتسيكل بتاع كارول اللي قدامهم وبينزلوا من العربية وهم خايفين عليها فبتطمنوا منها كويسة ولما بيرجعوا البيت بيحكي لها باباها عن مرض أمها وبتتصدم وبتعايت وبتحضن مامتها وبتقولها أنها بتحبها وبيجي سام وبيشوفهم هم قاعدين ولما بيسألهم بيقولوا إيه ما بترداش جيان تقولوا حاجة لكن كارول بتصمم يعرف زي ما هي عرفت فبيضطروا أنهم يقولوا وبيقولوا له أنهم لسه هياخدوا عيانة ويتأكدوا ندورا فبيعايتوا كمان وما بيكونش مصدق وساعتها بيقولهم باباهم أنهم لازم يتملكوا أعصابهم ويتصرفوا بشكل طبيعي وما يقلبوش البيت لنكدوا حزن لحد ما يتأكدوا من النتيجة فبيسيبهم وبيرجع لقوته وبتروح وراء مامته وبتطمنه أن احتمالية أن النتائج تطلع سلبية كبيرة وممكن أصلا ما تبقاش مريضة وتبقى كويسة وتاني يوم بيروحوا للمستشفى ولما بيوصلوا بتصمم جيان أنها تدخل لوحدها وبتقنع باتريك يستنى في العربية وبتقولوا أنها مش عايزة يشوفها في دور المريضة وعايزة تفضل بصورة جميلة في عينه وبتدخل تقعد جوى المستشفى وبتبعت له رسالة بعدها وبتقولوا أنها في غرفة الانتظار وأن كل حاجة ماشية كويس ومن ناحية تانية بتروح بريجيت البيت وبتسأل عن باتريك وبتقابلها كارول فبتقولها بريجيت أنها جاية تسأل عن دروس التصوير تسألوا عمامتها بيطمنها أنهم في المستشفى وهيكلموها يطمنوها لما يخلصوا وبعد شوية بتخرج جيان من المستشفى وبتقولوا أنها عملت الفصاد والنتيجة هتظهر خلال 3 أو 4 أيام وهيبعتوها لهم عن طريق البريد وقبل ما تركب العربية بتلاقي بابها جايلها ومتدائق جدا أنها ما قلتلوش تعرف أن ولادة هم اللي قلولو فبتطمنوا عليها أنها تكون كويسة وبعدها بيروح باتريك لبريجيت في شغلها وبيعتذر لها أنه ما كانش بيرد عليها وبيحاول يفهمها أنه بعد عنها لأنه اكتشف مرض جيان زوجته لكنها بتكون متضايقة منه جدا وبتطلب منه يمشي وما يتكلمش معيها ولما بتروح جيان شغلها بتسأل زميلتها عن الملف بتاع عملية عندهم كانت عاملة تأمين على الحياة وكان عندها سرطان وبتفهمها أن المدير عايز يبص على الملف لكنها بتفتح الملف تاخد منه الورق اللي في نتيجة الفحوصات اللي بتثبت أنها فعلا مريضة وبتعمل ورق زي وبالضبط وبتحط سماهية عليه لكن بتغير النتيجة وبتخليها سلبية وبتاخده عشان تبعته في البريد اللي جنب بيتها لكن لسوق الحظ أن واحدة جارتها بتشوفها وبترتبك جيان وبتسيبه في الصندوق وبتمشي وتاني يوم بيوصل الجواب للبيت وبيفتح بترك الباب الصبح وبيستلمه وبيديل جيان فبيطلب منه يفتحه وبيكونوا متوترين جدا لكن لما بيلوه نتيجة سلبية بيفرحوا نموتهم كويسة ولما بتروح جيان لشغلها متأخر بتتحجج ان بابها جالوا تسمم وكان في المستشفى فبيتعصب المدير عليها بسبب اهمالها وبيستغرب لما بيشوف الملف بتاع عميلة قديمة عندهم موجودة على مكتبها فبتقولوا انها نسيته وفي الوقت ده بتكون كارول في المدرسة وبتديها مدرستها نتيجة الامتحان وبتقولها انها نكحت بدرجات متوسطة وبتشجع انها بزلت ماجود كويس الفترة الاخيرة وبتخرج كارول من المدرسة وبتروح لزميلها اللي ويع من السطح عشان تزوره في المستشفى وبيبقى واضح انها زعلانة عشانه ومتأثرة جدا وبالليل بيجمع باتريك العيلة كلها على العشاء وبيقولهم ان مامتهم بخير وانهم مروا بفترة صعبة وبيقولهم ان مامتهم هي اكتر واحدة حباء في حياته وانها تحملت كتير عشانهم وبيتمنوا انهم يفضلوا دايما مع بعض لكن تاني يوم بيكون في درس تصوير عامله باتريك في الستوديو بتاعه وبتروح له بريجي تيناك وبتتكلم معه وبتقوله انه وحشها لكنها مش ترجع له تاني وانها تعرفت على حد جديد من شغلها فبيحس بترك بالغيرة وبيقرر يرجع علاقته بها تاني لكن بعدها بيندم وبيقابل اخوه بيتكلم معه بيقوله انه هيعترف لجيان انه كان بيخنها وانه متأكد انها تسمحه لانها طيبة وبتحبه وفعلا بيروح لها بالليل وبيعترف لها انه كان بيخنها من فترة طويلة وانه ندمن على ده فبتعايت جيان وبتقوله انها كانت حسب ده وبتتعصب عليه وبتخليه يخرج ينام برا وبتفضل تعايت على سرارها طول الليل وتاني يوم بتصحى عشان تروح شغلها وبتلاقي الجواب جايلها من الشرطة باستدعاء كارول بنتها عشان يحققوا معها بشكل شخصي فحادس تموت زميلها وبتروح جيان الشغل وبتورد لاستدعاء لشانة صاحبتها وبتقولها ان الحادث كان في وجود كل صحابهم وبتستغرب انهم طلبين بنتها مخصوص وبتقرر جيان انها تروح لكارول للمدرسة وبتسأل عن الاتهامات اللي توجهت لها لما كانت في اسم الشرطة وساعتها بتقول لها كارول انها كانت خايفة تقولهم لانها كانت عارفة انهم مضغوطين وقتها بسبب مرضها فبتطمنها مامتها وبتطلب منها انها ترد باجابات محايدة ما تتحسبش عليها وبتنصحها تقولهم انها كانت بصف الاتجاه التاني لما زميلها وقع وما شافتهوش وبتعايت كارول وبتنهاره وبتحكي مامتها انها حاسة بالذنب لان مش ده اللي حصل لان الحقيقة انها كانت السبب لانهم كلهم كانوا بيلعبوا لعبة وبيتحدوا بعض في حاجة بعدها وهي اللي طلبت منه يمشي عصور بتاع السطح ويتخط حاجز الحماية فبتحضنها مامتها وبتهديها وبتاخدها لإسم الشرطة عشان يسألوها هناك بعدها بيرجعوا وبتهتم جيان في الفترة دي وبتنشغل في مشاكل ولادها من تاني ولما بترجع الشغل بتكون سرحانة وبيقولها مديرها انهم عندهم مشكلة مع العميلة المريضة بالسرطان وانها عايزة تلغي التأمين بتاعها وبيطلب منها تروح تقابلها وبعد ما بتخلط جيان شغلها بتروح لأهل زميل بنتها اللي وقع من السطح وبتقعد معهم وبتحاول تكسب تعطفهم عشان ما يقزوش بنتها وبتقولهم انها مريضة بالسرطان وهتغضع لجلسات العلاج الكيميوي انها مش قيلة لولادها اي حاجة فبتصعب عليهم فعلا وبيقولولها انهم مقدرين موقفها ومش عايزين اي ازيل بنتها ولما بترجع جيان البيت بتتجمع مع اصرتها وبتقرر تتكلم معهم وبتقولهم ان ناتيج التحاليل بتاعتها طلعت غلط في المرة الاولى وانها فعلا مريضة وهتعمل عملية قريب وبتطلب منهم يشيروا مسئولية نفسهم اكتر من كده وينضفوا البيت ويهتموا بمذاكرتهم وما بتكونش قادرة تسامح بترك على خيانته وبتطلب منه يسيب البيت ويمشي وبتقنع انه لو عمل كده حالتها النفسها تكون احسن فبيترجع انه يفضل معها وياخد باله منها لكن منها بترفض وفي نفس الوقت بتقرب جيان من العميلة المريضة بالسرطان وبتعرف كل حاجة عن حياتها وبتتعاطف معيها وبتقنعها انها تكمل معهم في شركة التأمين وبتتحول العلاقة بينهم لعلاقة شخصية وبيكونوا اصدقاء اما ولاد جيان فبيكونوا زعلانين جدا عشانها وبيحاولوا يدعموها ويساعدوها باي شكل وتاني يوم بتسحجيان وبتحضر شنطتها وبتفهمهم انها رايحة المستشفى عشان تعمل العملية وبتطلب منهم ياخدوا بالهم من نفسهم وما يقولوش لأي حد عن مرضها ولا العملية وبتفهمهم ان باباهم راح يقعد عند أخوه عشان يرعيل انه تعبان وقبل ما تمشي بيجي بترك عشان يودعها ويسلم عليها قبل ما تمشي ويحاول يقنع انه يفضل في البيت عشان ياخد باله من الولاد لكنها بترفض وبتطلب منه يروح للي كان بيخونها معاها وبتعرفوا ان باباها هيهتم بولادها وهي مش موجودة وبتسيبوا وبتركب العربية وبتقول السواق انها مش هتروح على المستشفى وبتخليمشي من طريق تاني وبتقرر انها تسافر لمكان فيه بحر عشان تريح اعصابها وما بتردش على اي حد بيكلمها ومن ناحية تانية بتكون كارول مع زميلها وبتقولها صاحبتها ان زميلهم اللي هيقع مش هيقدر يمشي تاني وبتسألها عن السبب اللي خلوا اهلوا يتنزلوا عن الدعوة ضدها فبتقولها كارول انها ما تعرفش اي حاجة وان كل اللي تعرفوا انها ملاش زمب فبتقولها صاحبتها انها شافت مامتها قعدة مع اهل زميلهم في المستشفى وبتمضيهم على اوريق في الوقت ده بتكون جيان في المستشفى وبتتجاهل كل اتصالات باباها اللي بيكون عايز يتطمن عليها فبيطلب باباها من ولادهم انهم يجربوا يتصلوا بيها هم لانها اكيد هترد عليهم فعلا بتقرر جيان انها ترد اخيرا وبتقولهم انها ممنوعة تتكلم في التليفون وبتطمنهم ان كل حاجة كويسة ولما بيقولها باباها انه هيجي ياخدها ويخرجها من المستشفى وبيطلب منها رقم الغرفة بتدق جدا وبتتعصب وبتقولهم ان ممنوع حد ييجي والمستشفى مش بتسمح بكده وبتقفل في وشهم وبالليل بيجي باترك للبيت وبيدخل عشان يتطمن علي ولاده وبيقعد معهم وبيدعمهم في الوقت اللي بتكون في جيان عايش حياتها وبتخرج تسهر وبتتعرف على ناس جديدة وتاني يوم بتروح صحفية للبيت وبتسأل عن فيرجيني وبيقابلها جدها وبتقولهم الصحفية انها عايزة تعمل مقابلة مع فيرجيني وتكتب مقال عنها لانها عملت مدونة خاصة بها للاطفال وبتشرح لهم فيها عن تعاملها مع مرض مامتها وصلت لخمسين الف متابع في وقت قصير جدا وبيكون اخواتها مش عايزين يوافقوا غير لما مامتهم ترجع وتكون معاهم لكن جدهم بيقنعهم يبدأوا تصوير عشان يعملوهم فجأة لمامتهم لما ترجع وبتروح جيان تزور قبر مامتها اللي ماتت وبعد ما بتخلص بتقرر انها ترجع لبيتها لكن في الطريق بتعرف ان باباها رحلها للمستشفى عشان ياخدها من هناك فبتطلب من السواء يغير طريقه ويرجع بسرعة للمستشفى واول ما بتيجي تدخل بتشوف باباها واقف بيسأل الموظفين عن اسمها ورقم غرفتها وبيقولولوا ان ما فيش مريض عندهم بالاسم ده وساعتها بترجع جيان بسرعة وبتدخل من الباب التاني وبتغير لبسها وبتلبس لبس المرضى وبتفضل تدور على اي غرفة فاضية تقعد فيها لحد ما بيتصل بها باباها وبيسألها عن رقم غرفتها فبقرر انها تنزله بلبس المرضى عشان ما يكشفاش لكنه بيستغرب لما بيشوف شنطتها معاها فتقولوا انها نزلت بيها لان في ناس بتسرق الشنط وبتحاول تخليمشي لكنه بيصامم يطلع معها لقودتها وفي اللحظة دي بتستسلم جيان وبتعترف له انها مش مريضة وانما كانت بتجذب عليهم ومن صدمته بيضربها بالقلم لكنه بيهدى وبيفرح ان بنته كويسة وبيحضنها وبيروح يعودوا مع بعض وبيفهم انها ليه عملت كده لكن بيعرفها ان لو بترك عارف بيكسبها يحول حياتها الجحيم فبتقولوا انها هتقولهم من العمليات نجحة وهتكمل حياتها معهم بشكل طبيعي وبعدها بياخدها وبيرجعوا للبيت وبيستقبلوها ولادهم مفرحنين جدا وبيوروها البرنامج لسور فيرجيني وبتشوفها جيان ويبتحكي عن مامتها المريضة بالسرطان وبيتكلموا اخواتها كمان في البرنامج وبتدائي جدا وبتروح تتكلم مع بابها لوحدهم وبتتعصب عليه لانه سمح بدأ يحصل وهي مش موجودة في البيت فبيقولها انه كان عايز يفرحها وما كانش متخيل انها بتجذب عليهم وبيطلب منها يقعد مع الاطفال ويفهمهم لكنها بتحذروا من انه يعمل كده فبيتعصب عليها بابها وبيقولها انه طول عمره بيلم وراها الاخطاء اللي بتعملها بيعرفها انها المرة دي لازم تتصرف وتحل مشاكلها بنفسها وبيسيبها وبيمشي وتاني يوم بتكتشف جيان ان كل الناس شافت البرنامج وقارفوا سرها وبتلاقي كل جرانها وصحابها جايين لها وجايبين ورود وبيوسوها وحتى امها تصحاب فيرجيني في المدرسة وبتيجي ايزة صحبتها وبتتخانق معها لانها خبت عنها وعرفت من التلفزيون بالصدفة وفي نفس الوقت بيكون باتريك هو كمان متوتر جدا ومش عارف يشتغل وبتقرب منه بريجيت لانه بيصعب عليها وبتعرض عليه انها تساعده بالعلاج اللي مرته هتحتاجه من الصيدلية بتاعتها لان تكلفته هتكون عالية عليهم والتأمين مش هقدر يغطيها فبيوافق وبيشكرها وبيروح الاولاد مع باباهم للسوبر ماركت وبيوقفهم الناس في الشارع عشان يتصاروا معاهم وبيشتكل باباهم من مامتهم بقت بتتصرف تصرفات غريبة جدا من بعد انتشار قصتها فبيرجع البيت معاهم وبيستغل ان جيان مش موجودة وبيطلع ملفها المرض اللي شايلة في الدولاب وبيصور كل الاوراق اللي فيه ولما بتجي جيان بيقولها انه كان بياخد ينوم لي من الدولاب وبيطلب منها تسمح له يرجع عايش معاهم تاني عشان ياخد باله من الاولاد ويساعدها لكنها بترفض برضو وبتطلب منه يمشي وفي الوقت ده بيكون ولادهم اتغيروا تماما وبقوا بيتعاونوا في تنظيف البيت وبيتجنبوا انهم يتخنقوا قدام ممتهم عشان ما يدايقوا هاش وفي يوم بتكون جيان مش غالة الغسالة وفجأة بتحس ان فيها مشكلة وبتلاقيها انفجرت فبتخاف وبتخرج بسرعة برا البيت وبتروح تخبط على الجيران وبتطلب منهم تتكلم في التليفون بتلاقي جارتها بتقولها انها عارفة بمرضها وبتقولها ان فيه اكتر من علاج بديل زي العلاج بالطاقة عشان تخرج الطاقة السلبية لجواها وبعدها تستأذن جيان وبترجع البيت وبتلاحظ ان السقف تشرخ من شدة الانفجار وبتقرر انها تتصل بخدمة العملة بتاع الغسالة ومن ناحية تانية بتبعت بريجيت لبترك عشان يجيلها الصيدلية وبتقوله انها رجعت كل الورق اللي يخص الفحصات والأدوية بتاعت جيان اللي هو بعته لها وبتقوله ان الدكتور اللي كاتب روشيت دوة يتعرف كويس ومات في حادثة السنة اللي فاتت تانية واللي بيكون مكتوب فيها اسم دواء ما بقاش مصرح بيه من فترة طويلة وبتقوله انها تتصل بالمستشفى وتسأل في الوقت ده بتكون جيان قاعدة في البيت وبتيجي موظفة خدمة العمل عشان تاخد الشكوى وبتهددها جيان انهم لو محلوش المشكلة وجابولها غسالة جديدة هترفع لهم قضية واتخلي بنتها تنشر مشكلتهم على المدونة بتاعتهم اللي عليها ربع مليون مشترك فبيستجيبوا لطلبها وبيبعدولها غسالة جديدة وبينشوف باتريك ورح للمستشفى عشان يسأل على جيان لو كانت يتعالجت عندهم ولا لا وبيوريهم صورته عشان يتأكدوا فبيقولوله انها مش مريضة لكنهم شافوها كانت جاية تزور مريضة عندهم في قسم الأورام وبيأكدوله انها ما تعالجتش عندهم فبيقرر باتريك يروح لها البيت وبيلاقيها كانت بتلعب رياضة وبتجري فبيستغرب لانها لسه عامل العملية من فترة قريبة وبيطلب منها يتكلم معاها فبيتحاول تتهرب منه بأي طريقة عشان تخليه يمشي وبعد ما بيمشي بتحاول جيان انها تاخد كل الأدواء المهدئة وتنتحر لكن ما بيحصلاش حاجة وفي الوقت ده بيكون باتريك راح مع بريجت لمركز الوسط والأشعة اللي جيان كانت فيه وبيقدر يوصل للدكتورة اللي هي كشفت عندها أول مرة وبتفاهمهم الدكتورة كل حاجة وبتنصحوا يخليها تروح لدكتور نفسي وبيتأكد باتريك فعلا ان المراته ما كانتش مريضة زي ما قلت لهم وبيكون مصدوم ومش مصدى انها قدرت تجذب عليهم وتعيشهم في كل القلق ده وبتحاول بريجت تهديه وبتقوله انه لازم يعرف أولادهم لكنه ما بيقدرش فبتاخد موبايله وبتبعت للجيان رسالة بتعرفه انه يعرف كل حاجة وبمجرد ما بتشوف جيان رسالة بتخرج من البيت زي المجنونة وما بتكونش عارفة تتصرف ازاي وبتفضل ماشية لوحدها وكأنها تايها وبيبعت لها مديرها رسالة عشان تروح للشغل وقتها بيكون باتريك وصل للبيت وبتنصحه بريجت انه يصور اي ورقة بتكشف كتبها عشان يقضيها وياخد منها الاولاد وبتقوله انها تدعمه وتفضل معاه فبيسمع كلامها وبيصور كل ورقة بيلاقيها وبالليل بترجع جيان البيت وبتلاقي باتريك والولاد قاعدين مستنيينها وبيسألوها عن السبب اللي خلاها تجذب عليهم فبتقولهم انها ما كانتش تقصد تجذب لكن اللي لحظته انهم من وقت ما ارفوا بمرضها وكلهم بقوا مهتمين بيها وبيتعاملوا معها كويس بعد ما كانوا بيتعاملوا مع البيت على انه فندق وانه هي الخدمة اللي بتعمل لهم كل طلباتهم من غير ما تتعب ولا تعطرت وبتقولهم مامتهم انها لما كانت بتبص على جرانها كانت بتشوف قديل ستات سعداء مع عالتهم عكساهية وبتقولهم انها حاولت تعترف لهم اكتر من مرة لكن كل ما كانت تيجي تعترف لهم بتشوف علاقتهم بتقوى اكتر وبيحبوا بعض اكتر كلما يزيد مرضها فقررت انها ما تقولش عشان يفضلوا كده دايما ورغم انهارها وكل كلامها ده ما بيتعطفوش معاها وبيكون ردهم انهم ما طلبوش منها تعمل ده وانها كانت ممكن تطلب منهم المساعدة وبيطلب منها باتريك تسيب البيت وتمشي وبتخرج جيان وبتسوق عربيتها بسرعة جنونية وبتصل بريجيت بباتريك وبتوسيه وبتقولوا انها كلمت محامي وطمنها انه لو رفع قضية هياخد البيت وحضنت الاولاد وكل حاجة هتكون لصالحه وبتحاول تستغل الموقف وبتطلب منه تيجي تقعد معاهم وتاخد بالها من ولاده لكنه بيرفضوا بيقولها انهم في حالة صعبة ومن ناحية تانية بتكون جيان لسه سايقة عربيتها وبتشوف حريق كبير في الغابة فبتقرب ناحيته بعربيتها وبتقرر انها تموت نفسها وبتفضل في العربية لحد ما النار بتزيد اكتر لكنها ما كانتش موجودة فيها ولما بيسمع اولادهم الخبر بيقلقوا على مامتهم وما بيكونوش عارفين هي فين وبيتمنوا انها ترجع لهم تاني وبنشوف شاب غريب اسمه لورنزو بييجي وبيسأل على جيان الجران وبيوريهم صورتها فبيقولوله انها سابت البيت ومشت وبنشوف جيان وهي مستخبية عند واحدة جارتها وقعد عندها وبتقولها جارتها ان في شاب اسم لورنزو بيسأل عليها فبتروح جيان تبص عليه من وراء الشباكو يا مبتسمة وبتعد فترة وبتبقى كل البيوت بيتعاونوا مع بعض كعيلة عشان تجهزات الكريسمس وبيعملوا الزينة وبيحضروا للاحتفالات مع دابة جيان اللي ولادها بيكونوا لوحدهم بعد ما سابتهم ومشيت وبيكون الجران اللي حواليهم هما اللي بيساعدهم في تحضير الاكل وكل حاجة وبيقوموا متعاطفين معهم جدا اما باتريك باباهم فبيكون مكتئب جدا ودايما حبس نفسه في البيت وما بقاش عايز يخرج ولا يهتم بنفسه ولا حتى يشوف حد من بعد ما جيان مراته سابته وبالليل بتيجي سندرين صاحبة باتريك عشان تتعاشى معيهم وبتجيب لهم معا حلويات وبتستغرب فيرجيني لما بتشوفها وبتسأل باباها لو كان عزمها بيتدائي منها باباها وبيطلب انها تعملها كويس لان سندرين بتساعدهم اغلب الوقت في المصاريف وبتدائي سندرين وبتقرر انها تمشي وبتقول فيرجيني لباباها انه بيلعب بمشاعرها ومديها امل انه ممكن يرتبط بيها وده مش هيحصل بتبقى سندرين دي واحدة تانية غير بريجيت اللي كان عارفها من فترة وفي الوقت ده بنشوف جيان وهي لسه قاعدة عند جارتها كليمانس وبتكون واقفة ترقب ولادها من الشباك واتبع احوالهم من بعيد لبعيد وبتشوف سندرين وهي خارجة بالعربية وبعدها بتيجي كليمانس وبتخبط عليه وبتسأل عن احوالها بتقولها انها قلقانها على الولاد وعلى اختياراتهم لاصحابهم اللي بتشوفهم معاهم وكمان بتقولها جيان انها متدايقة من وجود سندرين في حياة باتريك وبتدي لكليمانس الجواب كاتبال فيرجيني وبتطلب منه تحطه في صندوق البريد وتاني يوم بتشوف فيرجيني الجواب في الصندوق وبتقرأه وبتعرف اخواتها ان مامتهم كانت بتطمن عليهم وبتقولهم انها بتحبهم وبتتمنى ترجع لهم قريب لكن ما قالتش مكانها فين وبيباني انهم زعلين منها بسبب اللي عملته ومش مهتمين اللي رجوعها وبعدها بيروحوا كلهم للمدرسة وبتكون كارول قاعدة في الفصل وبيجي لها لورنزو الشاب اللي جالهم مؤخرا عشان يزورهم ويبقى واضح انه قريبهم وبيشاور لكارول عشان تخرج تتكلم معاه فبتتحجج انها عايزة تروح للحمام وبتستأذن من المدرس بتاعها وبعدها بتخرج مع لورنزو وبتسيب المدرسة وبيروحوا يتمشوا بالعربية وبيسأل عن اخبار مامتها فبتقولوا انها بتبعت لهم جوابات لكن ما بتقولش على مكانها ومن ناحية تانية بتكون جيان وقفة من ورا شباك قدتها كالعادة بترقب البيت تيجي كملا سيصحبة البيت وبتتكلم معاها وبتقولها ان عائلتهم جايين يزورون في عيد الميلاد وهيحتاجوا القوضة اللي هي قاعدة فيها وبتقول جيان انها في البداية قالت لها تقعد ايام قليلة لكن المدة طولت ووصلت لأسابيع طويلة وبتطلب منها تشوف حل بسرعة وترجع لبيتها والبتر الجوزها لانها ما ينفعش تفضل طول الوقت ترقبهم من بعيد فبتعرفها جيان انها مش جاهزة دلوقتي للرجوع وبتارد عليها انها تضاعف شغل البيت اللي بتعمله وتهتم بالأولاد اكتر مقابل انها تسيبها تقعد عندها وبتقولها انها مش عايزة ترجع لانها شايفاهم كويسين من غيرها وانها بالنسبة لهم مجرد خدامة بتحضر لهم طلباتهم فبتنبهها كليمنس ان تأخر رجوعها مش في صالحها وانها ممكن تخسرهم للأبد لو تعودوا على غيابها وبتسبها وبتخرق فبتفكر جيان في كلامها وبتقرر انها الاول مرة تبعد جواب لباتريك وبتديلي كليمنس عشان تحط قدام البيت من غير ما حد يشوفها لكن بمجرد ما كليمنس بتمشي بيوصل لورينزو وبيشوف الجواب قدام الباب وبيديل باتريك اللي اول ما بيعرف انه من جيان بيفرح جدا وبيطلب من لورينزو انه يقرهوله وبتكون جيان كتباله انها عايزهم ينسوا كل اللي فات ويبدأوا من جديد وبتعرض علي انهم يتجمعوا كلهم في ايد الميلاد ويقضوه سوا كايلة فبيتعصب باتريك جدا لانها حتى ما اعتذرتش في الجواب على انها دمرت حياتهم وفرقتهم فبيقنعوا لورينزو يوافق ويديها فرصة تانية لكن باتريك ما بيردش عليه وبيطلب منه ما يقولش الولاد اي حاجة من المكتوبة في الجواب وبعدها بتكون جيان وقفة ورا الشباك وبتشوف لورينزو جاي ناحية بيت كليمنس وبيدخل فبتتوتر جدا وبتدفت نور بسرعة لانها بتشك انه عارف حاجة خصوصا انه شاف كليمنس وهي خارجة بعد ما حطت الجواب فبتستخبه ورا الباب وبيطلع لورينزو البيت وبيفاتش فيه حد ما بيتخل قدتها وما بيلايش حد وبيشوف بالصدفة منظر للمراقبة محتوطة على المكتب وكمان بيشوف نفس شكل الورق اللي اتبعت منه الجواب وفجأة بتوصل كليمنس وجوزها للبيت وبيطلعوا لقودة جيان فبينطوا لورينزو بسرعة من الشباك قبل ما حد يشوفه وبيستغربوا لما بينوروا نور وبيلقوا جيان مستخبية ورا باب بتقرر انها تمشي بسرعة لان لورينزو خلاص عارف مكانها وبتاخد حاجتها وبتخرج برا البيت من غير ما تعرف حتى تروح فين ومن ناحية تانية بيحس باترك انه متداء منها جدا فبيروح لقودتها لما دخلهاش ولا مرة من وقت ما مشيت وبيلم كل هدومها واي حاجة تخصها في شنط وبيتخلص منها وبعد ما بتروح جيان تقعد في فندق بتقرر تانيوم الصبح تروح لشغلها القديم وبيستغرب زميلها لما بيشوفها بلبسها المبهد لدرجة ان في منهم ما بيعرفوهاش بتطلب منهم جيان يخلوها تقابل شانا صاحبتها واللي ترقت وبقت مديرة ولما بتقابلها بتطلب منها تساعدها وترجعها تشتغل تاني لانها ما بقاش عندها مقوى ولا فلوس وبتقولها انها عايزة تسافر معاليتها الرحلة بايدة عن المكان ده عشان تقدر تقرب منهم وتخليهم ينسوا ليه عمليته فبتقولها شانا انها ما تقدرشه وخصوصا انها اطردت من الشغل بسامة بسوق السلوك وبتعتذر لها انها مش هتقدر تقدم لها اي مساعدة فبتمشي جيان ويقحس بخيمة امل وبتشوف بالصدفة بريجيت اللي كانت على علاقة ببتر الجزهة وبتكون حامل ووقفة مع رجل تاني فبتبرك لها جيان وبتمشي بتفضل ماشية في الشوارع وما بتعرفش تروح فين وبتقرر تبعت رسالة لاذا صاحبتها بتقولها انها ما عنداش مكان تنام فيه ومحتاجة مساعدة وفجأة بتشوف بالصدفة ماكس ودرها الفسد القديم واللي بيسمعها وبتصعب عليه وبيروح يتكلم معها وبيقرد عليها المساعدة وبيوفر لها مكان تنام فيه وبنشوف لورنزو بالليل بيروح لولادها وبيكون جايب لهم مع شجرة الكريسماس وبيقعدوا يزينوها مع بعض وهم فرحنين وتاني يوم بيصحوا في صبح وما بيلقوش اي اكل في البيت فبيقنوا باترك يروح معهم يشتري لهم حاجات من السوبر ماركت وبيوافق بصعوبة لانه ما كانش بيخرج من البيت بقاله كتير بسبب حالة الاكتئاب اللي كان عايش فيها اما جيان فبيقولها ماكس مدرها انها لازم تنسى جوزها لانهو كمان نسيها وقفل الصفحة بتاعتها وبيكون عملها لها مفاجأة وجايب لها هدوم جديدة وبيدهلها وبيبقى واضح انه كان معجب بها من ايام ما كانوا بيشتغلوا مع بعض في اللحظة دي بتيجي لجيان رسالة من شانا اللي كانت صاحبتها في الشغل وبتروح عشان تقابلها وهناك بتقول لها شانا ان اهم معميلة عندهم في الشركة مش عايز يجدد عقدهم معاهم وبتوعدها انها لو قدرت تتكلم معه وتقنعه اترجعها تاني للشركة وتتكلم مع الادارة وبتكون جيان لسه فاكريه تروح تجيبها المفكرة فبتقرر جيان انها تروح للسوبر ماركت وتجيب حلويات وهدايا لعيد الميلاد ويساعدها ماكس في الفلوس وبتاخدهم وبتروح بيهم لكليمنس اللي بتفرح بيهم جدا وبتقنعها جيان انها تساعدها تدخل البيت فبتروح كليمنس تخبط على باتريك وبتقوله ان جوزها مش موجود وانها محتاجة مساعدته في تصليح حاجة فبيسيب البيت وبيروح معاها وساعدها بتقدر جيان تدخل وهو مش موجود لكن بتتفاجئ انه شال كل حاجة تخصها من القوضة والحسن حظها انه لسه محتفظ بالشنط في البيت فبتروح تدور على المفاكرة في الشنط وفجأة بتسمع حد بيناديها بماما فبتبص ورها وبتتفاجئ بلورنزو اللي بيقرب منها وبيقولها انه اخيرا لقيها وانه كان بيدور عليها من سنين وانه جي من ايطاليا عشان يدور عليها في فرنسا وبيطلب منها تعمله مكارونا زي ما اي ام بتطبخ لبنها لكنها بتكون متوترة وعايزة تمشي بسرعة قبل ما حد ييجي فبيوعدها انه عاي سعيدها تخرج من الباب التاني لكن بشرط انه لما يتصل بها ترد عليه في اي وقت وإلا هيقولهم على مكانها فبتسيبوا جيان وبتخرج بسرعة وبالليل بيقرر باتريك يقعد مع ولاده وبيقولهم على الجواب اللي جيان كانت بعتليه وانها عايزة ترجع تقضي معهم ليلي تعيد الميلاد وبيقولهم انه مش مستعد يشوفها ومش موافق على رجوعها دلوقتي لكن بيطلب منهم يقولوله رأيهم فبتوافق كارول وفرجيني وبيرفد سام زي أبوه وساعتها بيقرر انهم يعملوا قرع بعملة معدنية عشان ياخدوا قرار ويحسموا الموضوع وتاني يوم بتروح جيان تقابل شانا وبديها الملف بتاع العميل بعد ما نكحت انها تخليمضي ويجدد عقد معيهم وبتفرح شانا وبتشكرها وبتسألها زي قدر تقنعهم فبتقولها ان ماكس مديرها القديم هو اللي سعيدها فبتحذرها شانا منه وبتقولها انه مؤذي وعمل زي الشيطان لكن جيان ما بتصدقهاش لانها شايفة انه بيساعدها ومقعدها عنده ده غير انه بيديها فلوس وبيشتري لها دوم وقبل ما تمشي بتديها شانا ظرفي فيه فلوس مقابل الخدمة اللي عملتها لها وفي اللحظة دي بتشوف جيان لورنزو واقف مستنيها قدام المكان فبتخرج له وبتستغرب ازاي قدر يعرف مكانها فبيقولها لورنزو انه كان مرئيبها وبياخدها للسينما عشان يتفرجوا على فيلم رغم انها بتكون مستعجلة وبتقولوا انها مشغولة وفي الوقت ده بتروح كارول لجدها تتكلم معاه وبتسأله عن لورنزو ازا كان يقرب لهم من بعيد او قريب وبتكون عايزة تعرف سلة القربة بالضبط وبيبقى واضح انها معجبة بيه وبدأت تحبه فبيتهرب منها جدها وما بيقولاش حاجة فبتروح تلبس عشان تجاهز نفسها اليوم ايدي الميلاد اللي مش باقي عليه غير ساعات وبتكون عايزة تحضر هديها لورنزو عشان تدهيله وبعد ما بيخلص لورنزو الفيلم مع الجيان بيمشوا وفي الطريق بيطلب منها يسألها عن حاجات كتير واولهم هي ليت خلت عنه وثابته رغم انه ابنها زي باقي ولادها وبيسألها عن ابوه ولما ما بتردش بيتعصب عليها وبيسق العربية بسرعة جنونية وبيقولها انها اكيد ما نستوش انها كدب اسمه على رقبتها بالوشم فبتقرر انها تحكي له وبتقوله انها زمان سفرت ايطاليا مع باباها وكان عندها 15 سنة وكانت مامتها مريضة بالسلطان وباباها مشغول معها في العلاج والفحوصات هناك وتعرفت على صحاب جدد منهم واحد اسمه فلبينو وكانت بتحبه جدا وفي الوقت اللي عارفت انها حامل كان فلبينو حصلت له حدث ومات ولما باباها عارف خدها ورجع لفرنسا واتطروا ويسيبوه في دار رعاية لانها كانت صغيرة على انها تكون ام ليه وترعيه فبيسألها ليه غيرت اسمها طول الوقت ده فبتقوله جيان انها خافت انه يوصل لها فبيتعصب عليها بسبب قصوتها وبينزلها من العربية وبيسيبها لوحدها وبيمشي ومن ناحية تانية بيحاول ماكس يقرب من باترق ويقنعه انه ما يقبلش برجوع جيان لانها ما تستحقوش وبيكون عايز يبعد بينهم باي شكل وبيقتنع باترق بكلامه لدرجة انه لما بيروح لستوديو بيتخلص من كل صورها ولما بيشوف اخوه بيعمل كده بيتعصب عليه وبيطلب انه يسمحها لانه عدى وقت كفاية وبيقوله انه اناني لانه هو كمان ما كانش زوج مسالي بالنسبة لها وكان بيغلط كتير وكان بيخونها فبيتخنقوا هما الاتنين وبيضربوا بعض وبعدها بنشوف والد جيان اللي بيروح للطبيبة نفسية وبيتكلم مها وبيحكي لها انه جبان وما بيقدرش يواجه حد زي انه زمان خب على جيان ان مامتها ماتت وقرفت بعد فترة كبيرة ودلوقتي مخب على احفاده انه لورنزو يبقى اخوهم ومفاهمهم انه قاربهم من بعيد ومش قادر يقولهم الحقيقة وبالليل بتجهز جيان وبتعمل شعرها عشان تروح لبترك ولولادها وتحتفل معاهم وتارد عليهم ترجع تيش معاهم ولما بيشوفها ماكس بيحس بالغيرة وبيدق جدا وبيتري على شكل شعرها ولما بتسأله بيعمل ليه كده بيعترف له انه بيحبها من اول يوم اشتغلت معا فيه وانه مش عايزة ترجع تاني لحياتها وبيطلب منها تتجوزه هو وبيقرر انه يخرج من البيت ويحبسها عشان يمنع عنها اي فرصة تقربها من الرجوع لبترك بيسيب البيت وبينزل وبيقفل الباب المفتاح وبتفضل جيان تنادي عليها عشان يفتح لها فبتقرر جيان تتصل بشانة وبتقولها العنوان عشان تيجي تنقذها وتفتح لها الباب والان ده بيكون يوم عادي الميلاد وكل الناس بتحتفل مبيلقوش عامل تصليح اللقفال فبتترش هنا تجيب حد يكسر الباب ومن ناحية تانية بيكون باتريك مستنى ان جيان توصل في اي لحظة وبيبقى خاف ومش مستعد يشوفها بعد كل اللي حصل بينهم وبيتفاجئ بسندرين جاية وجايبالهم العاش عشان تحتفل معاهم وبتقولوا انه هو لطلب منها كده فبيعتذر لها وما بيرداش يستقبلها وبيقول لها ان جيان جاي عشان تحتفل معاهم ولما بتقولوا انها ما عنداش حد تحتفل معال ان اهلها ماتوا بتصعب عليه وبيقرر يدخلها في الوقت ده بتكون جيان قدرت تخرج من شقة ماكس المحبوسة فيها وبتروح بسرعة لبيتها ولما بتدخل بتعتذر لهم عالتأخير وبتحكي لهم الموقف اللي حصل معاها فبيرحب بها فيرجيني وكارول وبيحدنوها وبيقولولها انهم كانوا مفتقدينها طول الوقت ده اما باتريك فبيحس بالتوتر وبيسيبها وبيدخل جوه وبعد شوية بيخرج يقعد معاهم عشان يتعشوا وبيتصل بهم جدهم وبيقولهم ان عربيته اطلت وهيجيلهم بعد شوية وبيسألهم عن لورنزو وبيستغربوا ان هو كمان ما جاش يحتفل معاهم وبعدها بيوزوا على بعض الهدايا وبتفاجئهم جيان بهديتها وبتقولهم ان باتريك كان طول عمره بيحلم من انه يسافر معها رحلة الامريكا اللاتينية ويزوروا دول كتير لكن اتعطلوا كتر من مرة وأجلوا حلمهم بسبب الولاد اللي كانوا لسا صغيرين وبتديهم تذكر الرحلة وبتقولهم انهم دلوقتي يقدروا يسافروا مع بعض كعيلة ويقضوا وقت حلو ويحققوا حلمهم القديم لكن باتريك بيقولها انهم مش مستعدين لده وبتحاول جيان تقنعه انه يوافق ويديها فرصة جديدة يلهموا بيها شامل لالها من تاني وفجأة بيدخل لورنزو وبيسألها لو كان ليه هو كمان تذكرة زيهم ولا لا وبيقولهم انه لازم يحكي لهم حاجة مهمة فبتمنعوا الجيان انه يتكلم وبتقولوا انه ده مش وقت مناسب لكن بيصمم يقولهم وبيعرفهم انه من وقت ما جه هما كلهم مجغلين بمشاكلهم لدرجة انه محدش فيهم اهتم يسألوا عن اي حاجة ولا حد تأكد من صلة قربته بيهم وبيقولهم لورنزو انه لما كان صغير اتربى في دار رعاية لانه امه تخلت عنه وثبته وانه فيه تلات عائلات حاول يتبنوه لكنهم في كل مرة كانوا بيرجعوا تاني لدار الرعاية لانه كان بيطعب كتير وهم العائلة الرابعة اللي حاولت تتبناه وقبل ما يكمل كلامه بتجري الجيان عليه وبتحاول تمنعه فبيمسك لورنزو السكينة وبيكون عايز يموت نفسه وبيهددها انها لو ما قلت لهمش الحياة بنفسها يعمل كده فبتنهروا وبتقولهم انه بناها وبيتصدموا كلهم من كلامها وخصوصا كارول اللي بتقع على الارض وبتفقد الوعي لانها كانت بتحبه لورنزو واكتشفت انها بتحب اخوها وبتسيبه من جيان وبتمشي وبترجع لبيت ماكس اللي بتلاقيه بيحاول ينتحر لانها مش عايزة تتجوزه وتكون معاه وبعد مرور 18 شهر بنشوف باتريك بعد ما اتغير تماما ورجع تاني اهتمب بنفسه وتجوز سندرين اما جيان فخدت شقة عشان تسكن فيها وبتاخد فيرجيني تورها لها وبتخناعها تعيش معا فيها وبتوافق فيرجيني لانها بتكره سندرين وبتطلب منها انها تروح معا الحفلة اللي باباها عاملها وهناك بتعرف جيان من صاحبتها انه باتريك تجوز وانها لازم تتخطى وتنساه وبيكون اخو باتريك فتح مطعم جديد وبيشغل معا سام وفي افتتاح المطعم بتروح برجت مع جوزها وابنها وبتشوفها جيان هناك وبتكون عارفة ان ده ابن باتريك وبعدها بيجي لباتريك تليفون ان والد جيان مات في حدثة عربية فبيروح للجيان الشغل وبيعرفها اللي حصل وبياخدها وبيروح لولدهم وبيقولولهم ان الجدهم مات ولما بتروح جيان لكارول اللي بتعرف انها سايبة البيت وقاعدة عند جاريتهم المعالجة النفسية بترفوت كارول تقابلها وبتقول لها انها مش عايزة تشوفها تاني وبتترجاه جيان انها تيجي تعيش معاها لكنها ما بتوافقش وبعدها بيروح باتريك مع جيان عشان يجهزوا مرسم الدفن ويشتروا مقبرة وبتقرر جيان انها تدفن باباها جنب ممتها اللي ماتت من سنين وفي اخر اليوم بيوصلها لبيتها وبتشكروا انه وقف جنبها في الموقف ده والتاني يوم بيستعدوا وبيجهزوا عشان يروحوا لعزة وبتقرر سندرين تروح مع باتريك ولما بيوصلوا بتكون جيان وقفة تستقبل الضيوف قدام قاعة العزة ولما بتشوفهم بتدق جدا وبتحس بالغيرة وبتلاقي لورينزو عمال يتصل بها لكنها ما بتردش عليه وبعدها بتدخل جيان للقاعة وبتقول كلمة لباباها وقديها مفتقدة ولما بترجع لشغلها بتعرف ان شانت فصلت من الشغل بسببها فبتاعت الزرلها وبتقول لان هي السبب وبعدها بتروح جيان لبيت باتريك عشان تحضر الحفلة اللي عاملها الفرجيني في البيت وبتعرف ان سندرين زوجته مش هناك فبتتكلم معه وبتحكيله ان الشركة بتاعتها هتقفل لان العميلة الاحدة اللي كان عندهم ما بقاش موجود وانها هتبدأ تدور على شغل جديد فبيعرض علي انها تشتغل معاه وفجأة بيسمع اغنيتهم المفضلة وبيفتكروا ذكرياتهم سوا وبيطلب منها باتريك ترقص معاه وفي اللحظة دي بتيجي كارول وبتستغرب لما بتشوفهم بيرقصوا سوا وبتطلب منهم مبلغ كبير وان محدش منهم يسألها عايزة في ايه لكنها بتكون محتاجية عشان تديلي المعالجة الروحانية اللي عايش عندها في البيت فبيقول لها باباها انه مش مع المبلغ ده وفجأة بيسمعوا صوت صحبات فرجيني بيسرخوا وبيقولوا لهم انها شربة مياه في الحنفية ومن وقتها وهي اعملت رجع وتعبهنا فبيتشغلوا معها وبينسوا كارول وبالليل بتتصل جيان بباتريك وبتكون سندرين قاعدة جنبه فبيتوتر جدا وبيقفل التليفون وبعدها بنشوف لورنزو هو لسه بيتصل بمامته جيان لكنها ما بتردش عليه وبتحكي لباتريك على ما حصل مع والد لورنزو وبتقوله انها كذبت على لورنزو لان الحقيقة ان ابو اعتدى عليها غصبا عنها فقررت انها تنتق منه وزاقته في المياه وكانت ممكن انها تنقذوا لكنها ثابتوا يغرق قدام عينيها فبيهديها باتريك وبيقول لها ان ده مش زنبها وبيطلب منها يرجعوا البعض وياخدوا ولادهم معاهم ويسافروا كلهم في رحلة زي ما هي كانت عايزة فبتقولوا انها متأكدة انها السبب في موته وبتسيبه وبتمشي وبعدها بيفضل باتريك يبعت لها رسائل ويتصل بيها وبيقنع انها تسافر لإيطاليا لورنزو تحكي له على كل حاجة بصراحة وتحط حد الكسب اللي هم عايشين في طول عمرهم عشان تعرف تبدأ بداية جديدة ولما بتروح جيان لشغلها بيبلغوها ان الإدارة اللي جايين عشان يقفلوا المكتب وصلوا وعايزين يقابلوها وبتتفاجئ جيان لما بتشوف ماكس مديرها القديم وبيقول لها انهم رشحوا عشان يقوم بالمهمة دي وبتقرر جيان انها تسافر إيطاليا لابنها لورنزو عشان تحكي له الحقيقة اللي خبتها عليه وانها هربت وثابته بسبب خوفها لان هي السبب في متابوه الفيديو ده كتبته إمام ماهر وسجله محمد طاهر اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا الملخصات الأنيمي والكارتون سلام